الصديقة الكبرى في خطبتها المعروفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الحديثية الكبيرة العوالم عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني رحمة الله عليه إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ستمية وستين لأن الجزء الثاني في ترقيم صفحاته ملحق بالجزء الأول من عوالم فاطمة في سياق خطبتها وطاعتنا نظاماً للملة وجعل طاعتنا لأنها ذكرت هذا في أول الكلام فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك وبعد ذلك وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً للفرقة طاعتنا هي تتحدث عن محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم فهل تستطيعون إخراجها هي تقول وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً للفرقة تتحدث عن طاعة وعن إمامة إذا ما جمعنا بين هذا وبين ما جاء في سورة البين وذلك دين القيم هي الوحيدة التي وصفت من بينهم بهذا الوصف والله نسب الدين إليها هذا يعني أنها سر النظم لأنها هي الوحيدة في الكتاب الكريم التي وصفت بهذا الوصف ونسب الدين إليها وذلك دين القيم فهي سر النظم في برنامج طاعتهم وإمامتهم من هنا جاء الحديث ينقله الناصبي وغير الناصبي ينقله الشيعي وغير الشيعي من أن رضا فاطمة رضا الله ومن أن غضبها غضب الله يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها ما هذا الكلام ينطبق على رسول الله أيضا وينطبق على أمير المؤمنين وينطبق عليهم جميعا يرضى الله لرضا رسول الله لرضا محمد وآل محمد جميعا ويغضب لغضبهم لكن لماذا هذا التمييز لماذا هذا التشخيص لماذا هذا الترسيخ بحيث أن النواصب ينقلون هذا الكلام في كتبهم والشيعة كذلك ينقلون هذا الكلام في كتبهم الجميع يتحدثون بهذا المضمون لماذا لأنها القيمة والقيمة تكون ميزانا للرضا وللغضب هي قيمة من قبل الله ستكون ميزانا من قبل الله للرضا وللغضب ولذا فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها لأنها قيمة من قبله إذا جمعنا هذا المضمون مع ما جاء في خطبتها وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة هي سر النظم في برنامج طاعة وفي برنامج الإمامة لمحمد وآل محمد من هنا كان محمد صلى الله عليه وآله ينتظم في برنامجه في برنامجه معها فيقف على باب بيتها مستأذنا إن أذنت له دخل وإن لم تأذن له لم يدخل إن جاء إلى المدينة قادما من خارجها ذهب إليها مباشرة وإن خرج من المدينة راحلا عنها خرج منها مباشرة إلى بقية التفاصيل النبي محمد صلى الله عليه وآله أفعاله ما هي بأفعال عادية خصوصا إذا كانت هذه الأفعال في شأن فاطمة في شأن أهل بيته في شأن الصديقة الكبرى وخصوصا إذا كانت تتكرر بشكل منتظم بمرأ ومسمع من المسلمين ليس في داخل البيت فيما بينه وبينها هذه التصرفات كان يتصرفها بمرأ ومسمع من الأمة إنه يريد أن يوصل رسائل إلينا فهذه فاطمة هي أسهس النظم في برنامج الطاعة وفي برنامج الإمامة مثل ما تقول وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرق كلمة إمامنا الحسن العسكري تلخص كل هذا حين يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على الخلق إنه يتحدث عن الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد سيتضح هذا من حديثه نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة أمنا حجة علينا فإمامنا يتحدث عن الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة فاطمة إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إنها إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم كما يقول إمامنا الحسن العسكري نحن حجج الله على الخلائق وفاطمة أمنا حجة علينا وحتى لو أعرضنا عن كل هذه التفاصيل مع أنني أوجست الكلام إذا تريدون الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى برامج التي فصلت فيها القول في هذه المسألة حتى لو لم نكن على الطلاع على التفاصيل التي ذكرتها وما عندنا إلا مفاتيح الجنان هذا هو مفاتيح الجنان المتوفر في بيوتكم حديث الكساء موجود في مفاتيح الجنان حينما سأل جبرائيل عن الذين تحت الكساء سأل الله سبحانه وتعالى فماذا أجابه الله فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها دققوا دققوا في حديث العترة الطاهرة الله سبحانه وتعالى ما قال هم أهل بيت النبي ويمكن أن يجتمل هذا التوصيف على المعنى المطلوب لكنه ليس دقيقا قال هم أهل بيت النبوة هم ليس أهلا لبيت النبي هم أهل بيت النبوة هم كلهم تتجلى حقيقة النبوة فيهم ولكن كل بحسب زمانه كل بحسب مقامه هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من هم هؤلاء هم فاطمة وأبوها نسب إليها وبعلها عليها نسب إليها وبنوها حسناها نسب إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها إنها أساس النظم أساس النظم وطاعتنا نظاما للملة طاعة فاطمة وَذَلِكَ وَذَلِكَ الأُمَّة حَتَّى وَذَعَمْ وَذَعَمْنَا القيمة على الدين ذاك يقول خرجت عن حدود الأهتاب وذك الثاني يقول من أنها فشلت فاشلة بسبب ذكاء أبي بكر رضي الله وعن وذك يقول اللي قتلوها مونة واصب وحتى هذا الإحساء ينتقص من فاطمة ما الذي فعلت فاطمة معكم هذا هو الفكر المرجعي والقذر فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا زهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك من دونك نحن أنجاز أنجاز وهذا الفكر المرجعي فكر نجس قذر لقد نجسوا به عقولنا ونجسوا به قلوبنا ونجسوا به ضمائرنا هؤلاء الغبران غبران حوزة النجة فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء يا زهراء يا زهراء نذهب إلى فاصل